بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ اليوم في الوحدة التاسعة الاستعارة ونبدأها بمفهوم الاستعارة وأركانها وقرينتها للاستعارة معنيان أحدهما مصدري والثاني اسمين أما المصدري فهو استعمال المتكلم لفظ المشبه به في المشبه لقرينة صارفة عن الحقيقة وأما الاسمين فهو استعمال اللفظ في غير المعنى الموضوع له لمناسبة بين المعنى المنقول عنه والمعنى المستعمل فيه مع قرينة تصرف عن إرادة المعنى الأصلي كقولنا رأيت أسدا ونحن نريد رجلا شجاعا أو بحرا ونحن نريد رجلا جوادا فعندما نقول رأيت أسدا فقد استعرنا لفظ الأسد ولم نستعر الأسد بمحتواه أي بتكوينه الجسدي بمخالبه الافتراسية وما إلى ذلك إنما استعرنا لفظ الأسد فقط الذي هو الهمزة والسين والدال استعرناه من حقل الغابة ومن عالم الحيوان المفترس وألبسناه للرجل الشجاع وألبسناه للرجل الشجاع إذن لفظ الأسد نقل من معنى من معناه الأصلي وهو السبع المفترس إلى معنى آخر استعمالي وهو الرجل الشجاع وعلى هذا فالاستعارة تشبيه بليغ حذف أحد طرفيه وهو المشبه فكنا نقول في التشبيه البليغ محمد أسد إذا فرضنا أن ذلك الرجل الشجاع هو محمد كنا نقول محمد أسد ولآن في هذه الاستعارة حذفنا المشبه الذي هو محمد فتحول التركيب من صيغة التشبيه البليغ إلى صيغة الاستعارة فقد استعرنا اسم الأسد ونركز على كلمة اسم الأسد بمعنى أننا لم نستعر الأسد وإنما استعرنا منه فقط الاسم للرجل الشجاع مبالغة في وصف شجاعته وهذه المبالغة تقوم على تناسي التشبيه والدعاء أن المشبه فرد من أفراد المشبه به أي أن المتكلم يزعم هكذا ويحاول إيهام السامع بأن الرجل الشجاع هو أسد وليس بأنه يشبهه وهذا أيضا هو الفرق بين الاستعارة وبين التشبيه أما المجاز المرسل فتختلف عنه بأن العلاقة فيها محددة أي في الاستعارة محددة بالمشابهة أما في المجاز المرسل فهي علاقة مطلقة مرسلة على أوجه كثيرة ولذلك سمي مجازا مرسلا كما بينا في الدرس السابق وأركان الاستعارة ثلاثة مستعار وهو اللفظ المستعمل أو المنقول ومستعار منه وهو المشبه به في التشبيه أو المعنى المنقول منه في الاستعارة ومستعار له وهو المشبه في التشبيه أو المعنى المنقول إليه في الاستعارة فلفظ الأسد مثلا مستعار من الحيوان المفترس والحيوان المفترس هو المشبه به للرجل الشجاع وهو المشبه قرينة الاستعارة لا بد للاستعارة من قرينة حالية أو مقالية توجهها نحو المعنى المجازي وتمنع المتكلم من أن يقصد المعنى الأصلي فعندما نقول رأيت نجما في الملعب بالتأكيد لا نقصد النجم الحقيقي الموجود في السماء لأنه لا يمكن أن يكون ذلك النجم الحقيقي الذي في السماء لا يمكن أن يكون في الملعب وهذه هي القرينة الحالية تعينها قرينة مقالية هي شبه الجملة في الملعب فلو كان قال فلو قلنا رأيت نجما في السماء لكان التعبير هنا حقيقيا ولم يخرج إلى المجاز ولم نتحدث حينها عن استعارها لأن تعبيرنا هنا تعبير حقيقي لأن مكان النجم الحقيقي هو السماء لكن عندما قلنا في الملعب كلمة في الملعب هذه منعتنا من تخيل أن هذا النجم هو نجم حقيقي وأيضا منعتنا من أن نقصد ذلك المعنى الحقيقي